عايزة تعملي حاجة حلوة ومعكش فلوس والميزانية ما تسمحش تعالى اقولك النهاردة هنعمل حلقة اقتصادي طعمه حلوة جدا بتلت كبايات بس من الحليب تقدار تحطي نصهم مية ونصهم لبن اول حاجة رفعت التلت كبايات على النار لحد ما غلي معايا بالشكل دوت كده هنزل بقى بنص كبايا من السكر وكرملها على النار لحد ما تكرمل وتبقى لونها كده لون الكراميل زي ما انت هتشوفي دلوقتي اول ما الاطراف بدأت الهيط الكرمل معايا بدأت اللي انا قلب بقى بالمعلقة بالشكل دوت كده صليتي على الرسول طب يلا بسرعة صلي على الرسول علي افضل الصلاة والسلام متنسيش بقى منشن وشير لحبيب قلبك عشان كلنا نستفيد بعد كده بقى الخلاص السكر الكرمل معايا بالشكل دوت هنزل بقى باللبن اللي احنا غليناه من شوي بس طبعا في الوقت دوت ههدي النور خالص او ممكن قطفيها لحد ما ايه انزل باللبن كده وياخد الغلوة الاولانية بعد كده طفيت عليها ورجعت تاني في نفس الحاجة اللي انا غليت فيها اللبن هحط معلقتين كبار من الكاستر طبعا لو مفيش كاستر ممكن نستخدم النشا حاجة موجودة عندنا في كل البيوت هحط عليها ربع كباية من اللبن السائع او من المياه السائع وقلبهم مع بعض كويس جدا واخد الكلام ده كله احط عليه بقى اللبن المكرمل اللي احنا لسه عاملين هقلب بقى كله مع بعض وارفعه على النور لحد ما ياخد غلويتين كده ويبدأ يتقل معايا عايزة اقولك سهلة وسريعة وطعمها حلوة جدا ومنعشة جدا في الجو الحر اللي احنا فيه دوات كده وطبعا حاجة اقتصادية خلاص في الوقت دوات بدأ اللي هو يتقل معايا طبعا ممكن تصبيه في اطباق او تحطيهم كلهم في حاجة واحدة هحط على وشهم بس شوية قرفة او كاكاو محلة اللي موجودة عندك حطيه ولو مش عندك حاجة ما تحطيش ممكن تحطي بقى شوية حاجات فايدينة عندك من شهر رمضان شوية زيبيب جوستلين اللي انت عايزيه هسيبها بس كده شوية وبعد كده هدخلها التلاج الموضة عشر دقيق وكل يودوي بقى أسرع وأحلى حلويات طعمها حلوة جدا بعيد تماما عن الرز بلبن والمهلبية حاجة كده يعني بتدوف المعلقة بتجر معلقة